نتكلم تحديداً على كلية الدراسات العليا النهاردة مشارفين الحقيقة دكتور مونة أدري عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للنقل والتكنولوجيا والنقل البحري هنتكلم معه النهاردة على الاستراتيجية اللي هما بيقوموا بيها خلال الفترة الجاية أو كمان تعقب على تخريج دفعات يمكن احنا من حوالي أسبوع كنا نقلين لحضراتكم من خلال تقارير مصورة تخريج دفعتين من الطلاب كان فيه منهم باللغة العربية وكان هناك أيضاً باللغة الإنجليزية من حملة الماجستير أهلاً بيك يا دكتور مونة صباح الخير صباح الخير أهلاً بحضرتك الحمد لله أهلاً بحضرتك ربنا يخليك أنا لما تشارك ربنا يخليك لي يا دكتور طبعاً إحنا بأننا كده أسبوع كنا بنزيع تقارير متعلقة بتخريج دفعات من حملة الماجستير من طلبة الكلية عايزة أعرف من حضرتك إزاي بدأتوا تكونوا مختلفين في إعداد كوادر وأقول ممكن تدير خلال الفترة الجاي الأول طبعاً أنا حابة أقدم بكل الشكر لقناة NBC على تغطية كاملة الحفلات التخرج لكلية الدراسات العليا في الإدارة القاهرة واهتمام والالتفات إلى أهمية الكوكبة من الخارجين وأدئي دول إن شاء الله كلنا متأملين فيهم ومتوسمين فيهم خير أن هما يكونوا قادة القادة القادمين سواء كان في مختلف القطاعات الحكومية أو الشركات الخاصة أو المتحدة وكل الخارجية دكتور هيكون قيادة أو كادة إن شاء الله أنا دايماً بقول للخارجين حتى في الأورينتيشنز وفي أحديثي معاهم واللقاءاتي الدائمة معاهم دايماً بقول لهم إحنا دور الكلية إن إحنا to prepare the future leaders إحنا بنجهز قادة يعني إداروا يليدوا الشركات سواء كانت حكومية أو خاصة وده هدفنا إحنا ككلية الدراسات العليا في الإدارة وأتمنى أن كل واحد منهم يعني هو تسلح بكل يعني العلم المطلوب وكل المهارات الإدارية المطلوبة أن هو يقدر فعلاً يدير شركة ويقدر يكون CEO Manager Director مدير يعني يوصل لأعلى المناصب يعني بتمنى في يوم الأيام أشوفهم الوزراء القادمين ياربوا يكونوا بيديروا الحكومة المصرية والله يمكن يا دكتور الواحد وهو بيتابعهم يعني بيشوف فيهم فرحة غير عادية لأنه طبعاً الفرحة دي مش فرحة إن أنا حصلت على شهادة علمية ما لكن فرحة مستقبل بيكون شكله مختلف بإذن الله بالنسبة للخريج وإحنا فرحتنا بيوم بتكون أكبر عايز أقول لحقيقة أنا دايما الناس بتلاحظ في حفل التخرج أن أنا حقيقة بيكون سعيدة يمكن أكتر من الخريجين لأن ده نجاح شخصي لي ونجاح للكلية الدراسات العليا في الإدارة ونجاح لكل الأسادزة اللي درسوا للطلبة الكوكبة المتميزة نجاح للإداريين والعملين بالكلية نجاح للأكاديمية العربية كصرح علمي عريق زي ما حضرتك كنت بتقول إن شاء الله سنة جاي نحتفل بأن إحنا مرور خمسين سنة على إنشاء الأكاديمية العربية لأنه لما التكنولوجيا والنقل البحري فخورة بالكلية وفخورة بالأكاديمية فخورة جداً 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 بيخرجيني وبالطلبة وشوف كل دفعة بتوسم فيها خير وبعتبر أنه هم دايماً سفراءنا اللي بيمثلوا الكلية ويمثلوا الأسادزة ويمثلوا مستقبل مصر القادم بإذن الله الكلية عمرات دي يا دكتور الكلية تم إنشاء إحنا يمكن أعدم كلية دراسات عليا في الإدارة إحنا تم إنشاءها من حوالي مثلاً 20-25 سنة كلية الدراسات العليا في الإدارة هي كلية الوحيدة المتخصصة في الدراسات العليا في الإدارة في الشرق الأوسط يعني هي متفردة ما فيش شبيه لها في المنطقة العربية بالكامل في المنطقة العربية بالصبط فده حاجة متميزة جداً وده بيبين قد إيه اقتناعنا ودورنا وقد إيه قناعتنا بدور العلوم الإدارية وبدور الدراسات العليا في الإدارة تحديداً أنا بشوف إنها بقت يعني حاجة بعتبرها يعني ايسانشل أو حاجة أساسية أي أن كانت الباكراوند بتاعة الخريج سواء كان خريج ده مهندس طبيب صيدالي خريج إدارة أعمال زباط القوات المسلحة بنتشرف بأن عندنا يعني قاعدة كبيرة جداً من الطلبة والحقيقة بيمثله مختلف القطاعات ومختلف الباكراوندز يعني وتأفر هو خريج إيه برضو أجين بيعتبر أن الدراسات العليا في الإدارة هي حاجة أساسية والحقيقة أنا بشوف إنها مهمة حتى للطريقة تفاهمنا للحياة يعني إزاي أقدر أحل الأحداث اقتصادية أحداث مالية تسويق موارد بشرية يعني بيتسلحوا فعلاً بالعلوم اللي بنعتبرها أساسية ودي معلومات لازم يكون أي حد عارفها فأنا بعتبر أن يعني عندنا طلبة عايزة أقول لحضرتك يعني ممكن أحد الخارجين اللي كان بيقول كلمة الخارجين يعني ممثلاً عن باقي الخارجين في أحد الحفلات هو أستاذ مساعد في علم المايكروبيولوجي ومع ذلك ورغم أنه هو أستاذ مساعد يعني حاصل على اتنين ماجستار ودكتوراه ومع ذلك هو دخل وتسلح بالعلوم الإدارية واعتبر أنها حاجة مهمة جداً وما شاء الله كان طالع الأول على الدفعة وكان بيمثل الخارجين وكان بيقول الكلمة قد إيه كنت فخورة بي وقد إيه فخورة بكل الخارجين وقد إيه شايفة أن هم فعلاً المستقبلة المشرقية يعني فكرة بس مش البحث عن درجة علمية نموذك زي ما حاجة بتقولي دلوقتي هو رجل مع ماجستير ومع دكتوراه هو أكيد مش داخل بياخد الدراسات دي كنوع من تضيع الوقت أبداً القصة كلها أعمق من كده بكتير أن أنت بتكون مؤهل للقيادة وللإدارة بشكل محترف حضرك قلت يا دكتور أنت متفردين ده أكيد عمل عليكم ضغط يعني المنزل دلوقتي بدأت تتنبه جداً لفكرة الإدارة وأهمية الإدارة إزاي بتتلقوا بقى وبتستوعبوا الأعداد اللي هي ممكن تكون حبة أنها تدرس خلال الفترة اللي فاتت والله هقول لحضرتك إحنا طبعاً يعني فاتحين أبوابنا لكل أبنائنا سواء من مصر أو من الدول العربية لأن حضرتك طبعاً إحنا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فعندنا الهوية العربية وبنحرص عليها بأن إحنا دايماً نقدم برامجنا باللغة التقين العربية والإنجليزية حرصاً على أن إحنا نقدر نستوعب يعني ما يكونش حتى اللغة عائق للعايز يتعلم طبعاً علينا ما شاء الله يعني إقبال كبير جداً لأن بدأت الناس تحس بأهمية دراسة يعني ماجستير إدارة الأعمال وده أنا بشوف أن أي مكان يعني أي مؤسسة علمية لازم توفر خدمتها التعليمية من أول الدبلومات أو التدريب لحد الدكتوراه فيقدر الطالب اللي عنده شغف أنه يتعلم وعايز يوصل لمكانة علمية منفردة نقدر نحن نوصله لحد ما يبقى مؤهل بأعلى درجة علمية وهي الدكتوراه رغانية دكتور لازم هيعمل ماجستير مثلاً ياخد دبلومات في الأول ولا ممكن يدخل على ماجستير على طول يدخل ماجستير على طول لكن في ناس بتبقى جاية عايزة أنا مثلاً عايز أخد دبلومة في الماركتنج مثلاً أنا عايز أخد أتخصص في الماركتنج ومش عايز أبقى عارف أو أبقى وارب كل باقي علوم الإدارة ففي الحالة دي بنقدر نوفر لهم الدبلومات في طلبة بيخرجوا من الماجستير وبعد ما بيخلصوا الماجستير بيقدموا دبلومات عشان عايزين ياخدوا تخصص كمان زيادة في طلبة طبعاً يعني فخورة بيهم جداً يعني بعتبرهم جزء لا يتجزء من الكلية حصلين على ديبلومات ثم ماجستير ثم دكتوراه أو ماجستير ثم ديبلوم ثم دكتوراه ففي طلبة حقيقة وصلوا لمرحلة بعد ما بتخرجوا من الدكتوراه بيقولوا لي طيب إحنا مرتبطين بالكلية وازن ندرس أي حاجة تانية خلاص إحنا بقدي سيستم حياة بالنسبة لنا طبعاً عندنا يعني بنحاول نلبي على قد ما نقدر أكبر طلبات بس طبعاً عندنا دايماً waiting list ودايماً يعني طب إيه الأولوية بقى لو حد دلوقتي بيفقر أنه يلطحك الأولوية بالنسبة لي طبعاً إحنا بتعمل interviews لكل طلبة المتقدمين face to face interviews بشرف أن أنا بعملها بنفسي عشان أتأكد مين اللي هينضم للعائلة بتاعة كلية الدراسات العالية في الإدارة وأطمن أن إحنا حد حيبقى يدخل في نسيج الكلية ويبقى جزء منها ويبقى عنده نفس الإحساس بتاع الانتماء واللويلتي للكلية فبنختار based on profile والله على قد ما نقدر بنحاول أن نستجيب لمعظم الطلبات لكن طبعاً بيبقى عندنا ما ينجي بنبص على الـ profile بتاع المتقدم عنده كام سنة خبرة لو داخل برنامج من برامج اللغة الإنجليزية لازم نتطمن أنه هو fluent enough اللغة متمكن بنمتحنهم امتحانات زي التوفل والجيمات علشان نتطمن أنه هم fluent enough أنه يقدر يدرس باللغة الإنجليزية بنقارن based on الـ profile بتاعت المتقدمين وبناخد طبعاً الأولوية لكل الناس اللي الـ profile بتاعها أقوى عندها سنوات خبرة أكتر اللي فعلاً الدراسة هتفيد مكان شغله أو هتأثر في مستقبله بشكل كبير وممكن تخليك حديث يلطحق قبل الكلية؟ بس لازم يكون عنده ambitious يعني لازم يكون passion لازم يكون عنده شغف بالدراسة بالعكس ودلوقتي الدولة كلها بتلتفت للشباب فإحنا كمان بنحاول نكون aligned مع توجهات الدولة فساعات الشباب بيتخرجوا حيث تعرف طبعاً نظراً لظروف الاقتصادية ممكن ما يبقاش عنده فرصاً هو يشتغل شغل اللي هو عايزه فبياخد الدراسة على اعتبار أنها بتؤهله أن هو يقدر ياخد مكان أحسن فطبعاً بنحاول أن نساعد الخارجين حتى لو كانوا حديث التخرج نحن نساعدهم ونأهلهم بحيث أن هم يكونوا متميزين عن باقي الخارجين طيب لي يا دكتور إزاي ممكن الماجستير أو الدكتوراه اللي بيخرج من عنده حضراتكم يكون السيفي بتاعه مختلف عن أي حد تاني والله أنا بشوف أن دلوقتي ماجستير إدارة الأعمال أو الدكتوراه في الإدارة الأعمال أو الدبلومات المتخصصة هي بقت شيء أساسي يعني ده بيضمن لجهة العمل اللي هو ريحها وخصونا ما يكون حصل على شهادة من مكان متميز بسمعة طيبة وليه يعني تاريخ طويل جداً في عدد من الخارجين بيشغلوا مناصب يعني متميزة ومرموقة جداً سواء في الدولة أو في القطاع الخاص فده بيدي ثقة للمكان اللي رايح يشتغل فيه أن هو لما بيلاقي أنه حصل على ماجستير حصل على ديبلوم حصل على دكتوراه بيبعنده ثقة فيه أكتر إن هو متميز وإحنا طبعاً حريصين جداً إن إحنا دايماً نكون عند حص نظن سواء سوء العمل المصري أو سوء العمل العربي يعني بنختبر الخارجين بكل ما أتينا من وسائل لحد حتى بعد ما بيخلصوا 16 مادة في البرنامج الماجستير بنعملهم حاجة اسمها وهو اختبار حالة شاملة بنجيب لهم حالة لو هو تحط في موقف إن هو بقى رئيس مجلس إدارة شركة أو بقى في مركز مسئولية كبير في الدولة. ده اختبار عملي بقى. اختبار عملي هيعمل إيه؟ بعد طبعاً ظروف الكافيد 19 ونظراً إن الدراسة تطرينا إن إحنا ننقلها بشكل أونلاين الحقيقة أنا بحايل خارجين جداً وقد إي أنا محظوظة بأن أنا يعني بدير كلية بهذه المواصفات واختياراتنا فعلاً كانت حقيقي صح جداً لأن هما ساعدونا جداً في الوقت ده ما كانوش بالنسبة لنا عائق بالعكس كانوا بيساعدوا وكانوا متحمسين جداً أن هما يكملوا دراستهم وأن هما يعني يخدوا المعلومات ويخدوا خبرات الدكاترة الحقيقة أنا سعيدة جداً بقد إيه هما ساعدونا وكانوش بالنسبة لنا أي نوع من العائق وكمان طبعاً بشكر جداً الأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا مكاني اللي بفتخر بالانتماء ليه لأن إحنا فعلاً البنية التحتية عندنا كانت مؤهلة بشكل يعني الحمد لله إحنا كنا مؤهلين موقفناش تماماً مجرد ما حصلت الأزمة دي توجهنا على طول لنقل المحاضرات أونلاين بمونيترينج بكريتيريا بكواليتي أشورينس كريتيريا فإحنا يعني حقيقة يعني كنا تقريباً بنقدم يعني حرصنا على أن احنا نقدم نفس الكواليتي من غير أي نوع من التنازلات في جودة التعليم بعدما الدراسة بقت أونلاين طلبنا منهم في الوقت الدان هما يعملوا بدل اختبار الحالة الشاملة أعملنا اختبار حالة الشاملة بشكل متميز طلبنا منهم ينشئوا استراتيجيات لجهات وزارات في الدولة والحقيقة أنا كنت منبهرة بقدقي الخرجين بتوعنا متميزين وبروفيشنل وحقيقي يعني بهني شعب المصري وبهني الدولة وبهني الوطن العربي على الخرجين المتميزين نسب النجاح دائماً بيكون 100%؟ لا طبعاً لا طبعاً فيش نسبة نجاح 100% احنا بندخلش يعني دايماً دكرة دت أور سيستم احنا ندخلش في النتائج وأنا شخصياً ما عنديش أي توجه ولا نتيجة تطلع عالية أو قليلة لكن طبعاً ده اختبار واختبار الحالة شاملة يعني الاختبار موجود لقب العنصر البشري تماماً؟ لا خالص وبنعمل إجراءات يعني زي ما متبعة انترناشنالي يعني الأكاديمية احنا دايماً عندنا انترناشنال سيستم وانترناشنال أفليشنز مع جماعات بتضطرنا ان احنا نمشي بالانترناشنال ستاندرز which is ان احنا عندنا مثلاً أول first marker second marker third marker يعني الورق بتاع مثلاً اختبار الحالة شاملة بيتصحح عن طريق ثلاث مصححين وراء بعض وفي الآخر لجنة بتراجع كل الحالات اللي قدر الله لم يحلفها الحظ لا يوجد حاجة اسمها دكتور المادة بقى والكلام المعتد خالص خالص بيش كلام ده ما فيش كلام ده احنا عندنا شفافية تمة ويعني مستحيل يكون طالف في الكلية ليه حق اياً كان هو ايه وما يخدوش وانا شخصياً بتابع ده بشكل يعني very close وحريصة جداً على ان الطلبة تاخد حقوقها يعني 100% وفي نفس الوقت حريصة جداً على ان اللي يتخرج يكون فعلاً اهل الثقة اهل الثقة ان هو يبقى حاصل على ماجستير ادارة اعمال ويكون ممثل لنا اسم مرتبط بالمكان كمان هو شيء اسمنا واحنا يعني دايماً فخورين باسم كلية الدراسات العليا وحريصين جداً على انه يفضل دايماً في نفس البوزيشنين بتاعه سواء في الايجيبشن ماركت او في الوطن العربية طيب لي يا دكتور بالنسبة للخريجين كل سنة بنخرج قدي والله احنا حسب الاعداد يعني على حسب مش شرط ان اللي يدخل يتخرج يعني فيه ناس بتأجل حيك عارف ده credit hour system فطبيعي دراسات عليا يعني الطالب عنده يقدر يخلص الماجستير في خلال سنتين ابدو خمس سنين فوارد ان طبعاً الناس علشان ظروف شغلها وقدقيهم a business professionals فطبعاً وارد ان هو يأجل term termain فمش شرط ان اللي يدخل يتخرج لكن احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني ندي كل الدعم اللي ممكن بحيث ان الطلبة قدروا يتخرجوا الترم ده يمكن تحديد ان الحفلات اللي يعني قناة NBC مشكورة يعني عملت لها تغطية كاملة وبدقارير قسمنا عشان الاجراءات الاحترازية فقسمنا الحفلات التخرج على مدار 6 حفلات تخرج على مدار 3 ايام علشان نضمن ان احنا يكون عدد قليلة ونضمن ان احنا مطبقين جميع الاجراءات الاحترازية عايزين نفرح بالطلبة ومن حقهم يفرحوا وعايزينهم يفتخروا بالكلية واحنا نفتخر بيهم واهليهم يحتفلوا بيهم بس في نفس الوقات من غير ما يكون فيه اي ضرر لقدر لعليهم لولي يا دكتور هل الطرق التقليدية في التعليم بتتجنبوها تماماً ولا بتستعينو بيها في بعض الوقات حضرتك بص احنا يعني التدريس في الكلية احنا عندنا سلوجن للكلية دايماً انا حطاه في كل مكان اللي هو اسمه knowledge into action يعني اولاً احنا مش معلومات بنيديها او مجرد اصل كل اللي بيدرسوا عندنا دول business professionals او يعني دول الناس بتشتغل قراردي فهو ما اداش اديهم تعليم بطريقة تقليدية كتابه يذكره يحفظه الموضوع مختلف تماماً الموضوع عندنا practical يعني بيتعلمه بشكل تطبيقي بيدرسوا حالات بيدرسوا cases cases منشورة في harvard school of business واماكن اخرى فالمعلومات بالنسبة لهم into action يعني ازاي نوظف المعلومات او المعرفة اللي يكتسبوها ازاي نوظفها ان هما يستفيد بيها في اماكن شغلو او لو عمل upgrading وان شاء الله ربنا يعني رب يكتب لهم كلهم ان هما يكونوا يعني في اعلى المناصب ويكونوا بيتولوا وادارة شركات كبيرة ومناصب ادارية كبيرة نفتخر بهم طبعاً اولي يا دكتور لو حبينا نطبق النموذج المصري في الدراسة على النموذج المصري في المؤسسات بشكل عام في الادارة يعني في بعض الاماكن بيغلب عليها طبعاً الشكل التقليدي جداً جداً فبتقولي يعني الى حد من الناس بتاخد صفة الموظف اكتر منه بيكون مبدع او بيقدم فكر جديد ازاي ممكن الاتنين دول يتلاقوا مع بعض والله انا هقول له حضرتك انا بشوف دايماً ان لازم نغرز في شبابنا سواء كانوا بيدرسوا دراسات عليا او undergraduate واعتقد التعليم كله بيتجه للنحية دي دلوقتي لازم نغرز فيهم مبادئ creativity والinnovation عندنا مثلاً احد التخصصات في الكلية هو الانتبرنيرشيب اللي هو ريادة الاعمال الانتبرنيرشيب يعني ريادة اعمال ده يعني ازاي بنعلم الملتحقين بالتخصص ده في الكلية ازاي يقدروا يعملوا initiation او يعملوا انشاء لشركة جديدة والشركة دي مش شرط تكون شركة فزيكال يعني ممكن تكون فكرة يعني facebook was an entrepreneurship whatsapp is an entrepreneurship فازاي نديهم افكار ابداعية ده مهم جداً واعتقد ان الدولة كلها بتتوجه لده ايمن في التعليم الحكومي والتعليم المصري والجماعات الحكومية يعني فخورة جداً ان الدولة بتلتفت كلها وكل الجهات التعليم بتلتفت الى اهمية الابداع والتفكير ونحن نخرج بره اطار التعليم التقليدي اللي معتقدش ان هو ده المطلوب او ده اللي يتلاءم مع الزمن اللي احنا في دولية دكتور مونة حضرتكم فرع وحيد ولا ليكم اكتر من فرع انا بشرف ان انا مسؤولة عن فرع الكلية الدراسات العليا في الادارة في الشارتن مصر الجديدة ودقي بشرف ان انا ليا البدير ده الاكاديمية طبعا ليا فروع على مستوى الدول العربية انا بكلم على مصر على مستوى محافظات يقدر يوصل ازاي اطبعا يعني احنا عندنا على مستوى جمهورية مصر العربية عندنا بالنسبة لكلية الدراسات العليا في الادارة في فرع في اسوان في فرع في اسكندرية في فرع في قرية الزكية في فرع في بورسعيد تبدأ كويس قوي فمغطين تقريبا جمهورية مصر العربية انا بشرف طبعا انا مسؤولة عن الكلية في مصر الجديدة الشارتن والدقي وهناك ايضا من يترأس في الفرع الأخرى طبعا كل كلية منهم لها عميد ولها ادارتها المستقلة ولها توجهات طبعا كلنا توجهات في الاخر هي توجهات الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وهي بناء الانسان الكرييتف الانوفيتف اللي حيكون قد ايه مفيد ويعني يفتخر بي مكان شغله تولي يا دكتور مونيق الزايب يتم التلاقي ما بين حضراتكم جميعا قائمين على الكلية كونية الدراسات العالية في كل الفروع داخل الجمهورية احنا في الاخر كلنا بنشتغل بلوايح تعليمية واحدة وطبعا كلنا يعني الاكاديمية بكل فراعها لها معادي رئيس الاكاديمية هو رئيس الاكاديمية لكل الفروع بكل الكليات سواء كانت undergraduate أو postgraduate لنا نائب رئيس الاكاديمية للدراسات العليا مسؤولة عن كل الدراسات العليا في الاكاديمية سواء كانت دراسات عليا في الإدارة أو في التخصصات الأخرى زي الهندسة وعلوم الحاسب والعلوم البحرية والله دكتور مونة يمكن الواحد بيسعد جدا بوجودك وبلقائك وكمان بنسعد كمان بالكوادر اللي بتتخرج بشكل مستمر لأن في نهاية دول حيقوده كتير من مؤسساتنا والمؤسسات دي هتقاد بالعلم اللي احنا بنتكلم عنه دايما وعلم الإدارة اللي الناس مكادش مرتفتة لي من فترات دلوقتي بقى الشغل في شغل الناس كتير جدا وحضرتك يمكن ودكتور أفاة يوسف طبعا بنواجه له التحية ضيفنا الأسبوعي اللي طبعا معتدين بنتكلم معه في الإدارة وعلوم الإدارة بشكل كبير فإن شاء الله رب نكون احنا بنقوم بالدور كمان أن احنا بننور الناس وبنوجههم التوجيه الصحيح أنا سعيدة جدا أن حضراتكو ملتفتين لده وبتساعدونا أن احنا نقدر نوصل رسالتنا لكل أبنائنا يعني وبناتنا طبعا وكل يعني وأنا مقدرش أقول هي أبنائنا وبناتنا بس لأنها مش مخصصة بس للشباب هي الدراسات العليا في الإدارة هي لكل يعني عندي طلبة على مختلف الأعمار سواء كانوا شباب أو ناس يعني في مناصب أورادي إدارية وبشوف قدقي أنها فعلا حاجة يعني أساسية مش بس مهمة وحقيقة فخورة جدا 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 بخرجنا وبطلبتنا ويرب مزيد من النجاح ومزيد من التفاوض كل التوفيق دكتور مونة بشكرك شكرا جزيلا ألف شكر لحضرتك ألف شكر لحضرتك وشكرا سيدا المشاهدين رب نبرك في حضرتك بشكر جزيلا مشاهدين الكرام دكتور مونة قدري عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اطلع لفاصل لمشاهدينا وبعد الفاصل أود إليكم مرتين